بعد تكرار حالات الغرق في نهر الفرات بسبب السباحة العشوائية كان لمدينة هيد دوراً بارزاً عبر تشكيل فريق من الغواصين المهرة فريق الغواصين هو فريق تطوعي تشكل في قضاء هيد غرب الأنبار للحد من حالات الغرق حيث يحتفل اليوم بتخرج كوكبة من الغواصين المتمرسين بحضور أعضاء برلمانيين وشخصيات أكاديمية اليوم نحتفل بتخرج الدورة الأولى للغواصين اللي خرجت أكثر من عشر غواصين في مدينة هيد حقيقة مبادرة رائعة انطلقت من شباب مدينة هيد بالتعاون مع الأخ البطل سراج الكربولي المدرب العالمي هذا المدرب الرائع صاحب الغيرة تبرع مجاناً لتدريب شباب مندفع صاحب غيرة عراقي عسين أن يتدرب على الغواص لإنقاذ أرواح الناس تعرفوا إحنا سنوياً نفقد عدد من الشباب أو من لسوء التصرف أو نزول إلى النهر ما يعرفون السباحة بشكل جيد أهل المدينة رحبوا بهذا التشكيل لما فيه من أهمية كبيرة للقضاء خاصة وإن مدينة هيد هي مدينة سياحية يقصدها عشرات السياح الذي يمارس السباحة في نهر الفرات وهو ما يعرضهم للخطر الغرب تقريباً بالمئة وخمسين شخص بعد التصفية وإكمال المهمات أنجزنا منهم تقريباً خمسين فأجرت فحاص طبية ومن اللجان الرقابة الصحية بالفحص أن هناك أي شخص بضغط سكر أي مرض مزمن لم ينجز هذه المهمة فأنجزنا إن شاء الله فمع الشخص تقريباً أو هداع الشخص بأصحة التنمونية والآن قمنا بغطس حي أمام الجمهور ونطالب من السادة المسؤولين مديد العون لهؤلاء الشباب طارت عندنا هذا الغرق ما لا يغلق إذا مو كل سنة بإن سنة وإن سنة ناشك في كل فترة طويلة يصير حالات غرق وسببها الإبن يغاف الأهل ويصور نفسه وقاوي على السباحة يتوهم يروح ضحية لكن شيمة هيد وغيرة هيد بالغريق والحريق هذه يعني مشهودة وتكمن أهمية فريغ واصي هيد في تواجدهم المستمر بالأماكن السياحية تحسماً لأي حالات غرق قد تحدث من الأنبار مصطفى مهند واني نيوز